وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات من أبرزها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لعام 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية موسيقى مصطفى مدبولي مسؤولي شركة مرسيدس بانز ايجبت لاستعراض فرص التعاون الممكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلع الشركة للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من المزايا التي تمنحها الاستراتيجية للتنمية في صناعة السيارات خاصة تصنيع السيارات الكهربائية وخلال اللقاء عبر رئيس الوزراء عن تطلعه لقيام شركة مرسيدس خلال الفترة المقبلة بإنتاج أحد طرازتها من السيارات الكهربائية هنا في مصر شركة مصر للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو كاملا اعتبارا من الأول من شهر يناير عام 2024 جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف وممثل مصر لدى البريكس في اجتماعات الممثلين الشخصيين لقادة دول البريكس السفيرة راجي الاتريبي والتي عقدت في موسكو أواخر شهر يناير بحضور السفيرة نازيه النجاري سفيرة مصر في موسكو كما أوضح مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع شهد استعراض رئاسة روسية للبريكس الملامح الرئيسية لخطة العمل التي أعدتها للعام الجاري وصولا إلى قمة البريكس السادس عشرة والمصمى عقدها في شهر اكتوبر من عام 2024 في مدينة كزان الروسية وأن دول الأعضاء قدمت رؤيتها حول الأولويات التي يتعين التركيز عليها في الفترة المقبلة بحث وزير البترولا طارق الملة مع الرئيس التنفيذية لشركة أفاتشي العالمية جون كريسمان خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عمليات الحفر الاستكشافية للبترول والغاز وعمليات التنمية المخططة تنفيذها خلال العام الحالي ذلك بالأضافة إلى خططها التوسعية في مصر برغبتها في الحصول على مناطق استكشافية جديدة بالصحراء الغربية وتم خلال اللقاء استعراض الخطة التموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالية والقادم والتي تتضمن حجم أنشطة مكتفة لعمليات حفر الأبار وتم تأكيد على أهمية الإسراع ببرامج حفر الأبار الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة التي تولي أهمية قصوى لزيادة الإنتاج البترولية في أسواق البترولة العالمية تراجعت أسعار النفطة تحت وطأة النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين أكبر مستورد للخام لكن مكاسبها الشهرية الأولى منذ شهر سبتمبر ما زالت تلوحه في الأفق مع تأجيج التوتر في الشرق الأوسط للمخاوف بشأن الإنددات وتراجعت العقد الأجلة لخامي برينت بلسبة تقدر بـ 1.21% لتصل إلى 81.87 دولار للبرميل كما انخفض خم غرب تاكساس الوسيط الأمريكي بلسبة تقدر بـ 1.93% ليصل إلى 76.32 دولار للبرميل كذلك تراجعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 6.100% لتصل إلى 2.77 دولار للترة وصعدت أسعار الغزي الطبعية بنسبة تقدر بـ 1.45% لتسجل 2.11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قرر البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وأبقى المركزية الأمريكية سعر الفائدة الرئيسية للليلة واحدة دون تغيير عند نتاق 5.50% إلى 5.25% مشيرا إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة أنهت معظم أسواق الأسومة الخليجية جلسة اليوم على انخفاض وسط تصعد التوتر الجيوسياسية في المنطقة واستمرار التحلي المتعاملين بالحضر قبيل إعلان قرار البنك المركزي الأمريكي وترادع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة تقدر بـ 1.6% وفي أبوظبيا ترادع المؤشر بنسبة 1% وتخلى مؤشر دبي الرئيسي عن مكاسبه المبكرة ليغلق دون تغيير يتكر وخسير المؤشر القطري بنسبة تقدر بـ 2% يوصل المزارعون المحتجون في فرنسا تحركهم لليوم الثالث على التوالي ويستأنف المزارعون إقامة حواجز على الطرق السريعة الرئيسية القريبة من العاصمة باريس فحين قام رجال الدرك بنشر مصفحاتهم على الطريق السريع بالقرب من سوق رانجيس الحيوي ومطار تشارل ديغول وأورلي وكانت قفلة مكونة من 200 إلى 300 قرار زرعي قد توقفت بين فيبرزون وأورليان جهة الجنوب الغربي من رانجيس أظهر مسح رسمي انكمشى نشاط الصناعات التحولية في الصين للشهر الرابع على التوالي في شهر يناير مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان الصعوبات في استعادة القوى الدفعة في بداية 2024 وارتفع مؤشر مديري مشتريات رسمية لقطاع صناعات تحولية إلى 49.2 نقطة في يناير من 49% في شهر ديسمبر مدفوعا بارتفاع الإنتاج لكنه لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش وفدى المكتب الوطني الإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير سجل 49 نقطة متراجعا للشهر الرابع اشتركوا في القناة